يعني في البداية عايزين نعرف كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ايه افضل الطرق للاحتفال ونرد نقول ايه على البعض اللي بيقول ان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ممكن يكون بدعة نعم أولا الحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد بداية احنا عايزين نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة وهو المنة الله جل يقول هذا في كتابه لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وهذه المنة أتت إلينا في شهر الربيع الأنور في هذا الشهر الفضيل وكثير من العلماء يقولون أن هذا الميلاد وهذه المنة أتت إلى الدنيا في 12 ربيع الأول ولا شك يا أستاذ أستاذ محمد أن أي حد لما يكون عنده حدث تاريخي أو عنده حدث مهم في حياته بيكون اليوم ده في ذاكرته له وطأ في نفسه فالإنسان دايما ما يقدرش ينسى يوم زواجه ويقدرش ينسى ومعيد ميلاد ابنه حبيبه وجيل الدنيا ما يقدرش ينسى موقف معين حصل فيه على درجة علمية أو ما على ذلك في اليوم في شهر الربيع وفي يوم 12 ربيع أولد لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الكونين فلما نتعامل مع هذا الشهر الفضيل نحن نتعامل بنص القرآن الكريم مع هذا الحدث على أنه منه من الله بيها على المؤمنين ربنا يقول لنا كده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه كيف يكون الاحتفال بسيدنا رسول الله وبميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الأول عايز أقول لحضرتك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسس لهذا الاحتفال بيوم مولده فسيدنا صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم الاثنين يا رسول الله لما تصوم في هذا اليوم أنت ليه اليوم ده مكثر من الصيام فيه وتحافظ على الصيام فيه فيقول لنا هذا يوم قلدت فيه فنوبى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهذا ولا لم يؤسس أسس صلى الله عليه وسلم لهذا نأتي للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الصحابة الكرام هم أكثر الناس احتفاءا واحتفالا ومحبةا وابتهاجا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نعايز أقول لحضرتك ما هو أشد محبة الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدعاه أن أحوالهم تتغير أحوالهم الجسدية حتى مش حالة نفسية بس لأن الحال الجسد يتغير سوبان دوت مولى من موالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصفوا يقولوا يبقى كسير المحبة لرسول الله قليل الصبر عنه يعني إيه ده حد هيمان في سيدنا النبي من شدة المحبة لا يصبر على فراق سيدنا النبي سوبان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويجد النبي صلى الله عليه وسلم حال سوبان متغير وجهه أصفر نحل جسده متغير الحالة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا سوبان إيه لي فيك يقوله والله يا رسول الله ما بي من مرض أنت مريض يا سوبان حالك متغير مش أنت يا سوبان فيقوله والله يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع أمال إيه مشكلتك مشكلت يا سيدنا النبي إن أنا ما بقدرش أبعد عنك حياتك ورؤيتك وذاكرتك معايا شوف تفكير سوبان يا أستاذ محمد يعني اللي يدينا ملمح لمدى وحرص وإدراك الصحابة للاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل نفس من أنفسهم يقوله يا رسول الله أنا لما روح البيت أشتاق إليك فأتي إليك فارق لما أسيبك ومشي أشتاق ليك فاجأ شوفك وأعود معاك فتذكرت الحال الآخرة لما أنا موت وأنت تموت يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخلت وأنا الجنة لو كنت من أهل الجنة فأنت ستكون مع النبيين والصدقين أنت متخايل إن سوبان خايف يدخل الجنة ما يشوفش فاسدنا النبي معنى كبير جدا ده أنا بشوفك في الدنيا ومش قادر على بعدك مش قادر ما شوفكش أول ما اشتاق لك أجيلك أو في الآخرة أبقى أعمل إيه ده أنت تكون مع النبيين وأنا لو دخلت أبقى في منزلة دونك يقوم ينزل القرآن الكريم ومن يوطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله ده أنا عايز أقول لك أن الصحاء الرجل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا ما عملتش حاجة ما أعددتش للقيام حاجة خالص غير محبتك المحبة بتاعتك ومحبة الله ورسوله هي اللي أنا أعددتها أنا سيدني مالك أنا أزدخدم سيدني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أني جيه أعرابي وما جيهناش اسم الأعرابي إيه كنية على أني أن الأمر دوت لم يكن عند كبار الصحابة فقط بل كان عند الجميع يأتي أعرابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنني أحب الله و أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ك今日 تأكيد حب في القلب يتبعه العمل نعم ويتبعه التأثر ويتبعه المحبة ويتبعه الفرح ويتبعه حاجات كتير يقول يقوم سيدنا النبي يقول له يقول له أنت مع من أحببت سيدنا آنس يقول لنا كده تعليق لطيف قوي يقول فوالله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا كفرحين بهذا ده إحنا ما فرحناش بحاجة بعد الدخول في الإسلام. الانتقال من الكفر إلى الإسلام. كما فرحنا بأننا سنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في الدنيا ولا في الآخرة.